المستشارين المحترمين المستشارين المحترمين المستشارين المحترمين في المكانة الضرورية واللازمة التي يحتلها نساء ورجال التعليم في تطوير المنظومة الطربوية لبلادنا تنغلق القوس وأرجع إلى القانون أسمحوا لي على هذا القوس سيدات السادة المستشارين أنا غير في إطار تقافة التي عملنا من أجل إرصائها هي التعامل بالوضوح والشفافية وتحمل المسؤولية المواقف والأخلاق تفرض أن يتحمل كل واحد مسؤوليته لأنني أتساءل كما يتساءل الجميع عن سببي ومصدري هذه الأكاديب التي أرويج لها والتي لا تخدم المنظومة الطربوية في شيء ولا المسلسلة الديموقراطية لبلادنا في شيء وكما قلت أفندها جملة وتفصيلة لأنني لم أشارك في أي حلقة من حلقات الحوار الاجتماعي المرتبط بقطاع التربية والسيدات والسادة ممتنين نقابات موجودين ورهم شفوا الأمور كما هي بل أكثر من هذا أن حتى اللجنة التي شكلها السيد رئيس الحكومة لم تعقيد بعد اجتماعها الأول وتساءل أين قتمت هذه التصريحات وكيف لي أن أصرحها بأمور ترتبط برسومين على التلاميذ في وقت نعتقد بأن الدفاع على القدرة الشرائية للطبقات الهشاء هو من أولى الأولويات الحالية هذا الموضوع كما قلت ستكون لنا الفرصة إن شاء الله للعودة إليه لأن أنتك مصالح وزارة الاقتصاد والمالية كانت وستبقى أرهن إشارة الحكومة والمتمثيليات النقابية بمختلف مشاربها لتطوير المنظومة التربوية وخدمة للنساء ورجال التعليم في أمور نعتقد جميعا بأنهم يستحقون أكثر منها فيما يخص موضوع مشروع القانون الذي نحن بصدده السيدات السادة المستشاري المحترمون وفي إطار دائما ما نهجناه من ثقافة تشاركية حول مجموعة من القضايا تبادلنا الرأي في العديد من الأحيان حول وضعية مجموعة من الفئات المهنية والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا حيث برزت مجموعة من الإشكالات مرتبطة بتحصيل ما كان بدمتهم ولتفادي هذه الإشكال وحتى نمضي قدما في بناء نظام مرتبط بالحماية الاجتماعية السليم كما أراده جلالة الملك نصره الله فقد تمت في مشروع هذا القانون أولا إلغاء كل ديون المستحقى لفائدة الصندوق الوطني للضمن الاجتماعي برسم هذه النظام المذكور من أجل تمكين الفئات المعنية من تسوية وضعيتها وبالتالي تمكينها بمعية دوي حقوقها من الاستفادة الفعلية وبطبيعة الحال حث ومواكبة هذه الفئات المذكورة من الانتظام في أداء هذه الاشتراكات لا بد من الإشارة إلى أن عدد المؤمنين المشمولين بالإعفاء يناهز 1.326.132 مؤمنا ومبلغ الإعفاء يناهز 3.235.000.000 إلى حدود 24 أكتوبر 2023 إرادتنا المشتركة هي تمكين كل هذه الفئات من ولوج نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض كما تمت مناقشة ذلك سنتفاعل مع كل الإشكالات التي من الممكن أن تطرح مستقبلا سنتفاعل معها بشكل جماعي من أجل تجاوزها وتمكين جميع المغاربة دون فرق بين مختلف الفئات من الاستفادة بالتغطية الصحية الإجبارية شكرا لكم موسيقى